النهاردة معانا نجمع من نجوم كرة القدم اللي هي تقيلة قوي مش تقيلة في الوزن اللي قدر الله هو يمكن مليان شوية لكن كان لعيب عالي جداً زي ما أقول لكم محبوب من كل أنديت مصر سيبصمة على الكرة في مصر ومع منتخابنا القومي وهو إنسان خلوق وإنسان جميل قوي تعالوا مع بعض نقابل الأسطورة من أساطير كرة القدم في مصر ولعب للزمالك طول مشواره وعلاقته بالأهل ونجومه لما هتكلم معاه هتعرفه أدي العلاقة طيبة جداً سواء كنا في المنتخب أو في كل التربية رضيما كنا مع بعض وهتسمعوا حاجات منه حاجات كتراوية هو طبعاً من موليد حي الألعة بالقاهرة في من سنة 52 يعني من سنة الثورة قديم قوي بدأ المشوار بين شوارع الألعة شافوا كابتن الكبير طبعاً الله رحمه كابتن حسين الفار أو شريف الفار عفواً وده كان أحد أساطير كرة القدم خدوا شافوا من مركز شباب عبدين الكلام ده سنة ستين؟ أه تقريباً كان سنة ستين أو واحد وستين وطلب منه أن ننضم لنادي الزمالك فوراً دخل مدرسة السنوية الرياضية وكان معاه في نفس المرحلة وفي نفس الوقت نجوم كبيرة جداً من الأهل والزمالك والإسماعيلي والسكة الحديد ولو قلت بقى النجوم دي كلها حنتكلم عشان ما نحرقش الدنيا دي كلها كان معاه مثلاً من ندل آله الخطيب وإكرامي وزيزو ومصطفى يونس والزمالك كان معاه غانم سلطان وكان معاه الله رحمه حسن درويش من الإسماعيلي وكان معاه مجد كامل من السكة الحديد ومعاه نجوم كتيرة جداً وليه حكايات حتتبسطوا من الحلقة دي قوي وبعد السنوية الرياضية نجح ودخل دخل كلية التجارة بس ما عرفش إلي دخلوا كلية التجارة وكابتل حلم الزمبورة رحمة الله عليه نصحه وقال له سيبك من كلية التجارة وانت عاوز كم الكورة وخش كلية التربية الرياضية دخل كلية التربية الرياضية وكان مشواره التعليمي اتغير من حال لحال لعب بدأ يلعب مع الكبار أوف نادي الزمالك وحقق الإنجازات مع الزمالك مع نجوم كبيرة جداً ولعب مع منتخب مصر وعمره كان في الوقت ده حوالي 16 سنة 17 سنة عنيعرف منه الكلام ده وعناصر كتيرة جداً من أسماء عظيمة زي لعب معهم يعني زي الكابتن شازلي وكابتن مصطفى رياض وكابتن شاحته لحنا كنا نستضافينه هنا ذكرياته في ببريات القمة كانت كبيرة جداً وانا بشعب ولكم بشعب زحر ان عندي حاجات هتسمعوا حاجات لأول مرة السوارة بقى لما يكون أهل الزمالك بيلعبوا واللعيبة بتتفق مع بعض احنا بعد الماتش ما نفكرهاش في النتيجة احنا هروح نتعشى فينا النهاردة انتو شفتوا كده مشواره مليان بالأحداث ضفنا النهاردة نجم زمالكاو كبير وحتتعرف عليه قد ايه العلاقة اللي بينه الحلوة وكان إنسان سالس كداً وإنسان محترم جداً وإنسان طيب جداً كنا مرتبطين ببعض معانا النهاردة النجم مش عالصول عليكم النجم الكبير قوي محمود عبد المنعم عبد الرحمن عرفتوه؟ انا معرفتش الاسم ده هو طبعاً النجم الكبير قوي كابتن النادي الزمالك وكابتن مصر كابتن محمود الخواجة احنا بنرحب بيه اول ما اتكلمناه اول ما قلناه انا بقول له يا كابتن الخواجة احنا عاوزينك معانا وقلت لقال لي قال لي انا اللي بقولك انا عاوز اجي فانت مشرفنا قد ايه بقولكم ان ما فيش حت تبقى التعصب واهل وزمالك انا بقول الكلام ده عشان يتنقل للجماهير اهل وزمالك دول لما بيقموا مستقرين حبايب مع بعض ده بينعكس على الساحة الرياضية وده اللي احنا عاوزينه الفترة الجاي